النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحد الخامس والعشرين من حزيران نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم كتلة هوائية حارة إلى حارة جدا متمركزة جنوب العراق وتسيطر على أجزاء واسعة من شمال الجزيرة العربية من المتوقع أن تتحرك هذه الكتلة خلال الساعة القرية القادمة باتجاه الشمال لتسيطر على أجزاء واسعة من بلاد الشام فارضة أجواء صيفية حارة إلى حارة جدا كانت هذه الكتلة بعد مشيئة الله تعالى قد تشكلت بفعل مخفض جويا سطحيا حراري مترافق مع مرتفع جويا شبه مداري علوي هذه المنظومة الجوية ستبقى مصيطرة على المنطقة حتى ساعات مساء الأحد لكن ومع ساعات صباح الثانية تقدم حوض علوي معتدل باتجاه مناطق بلاد الشام لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل واضح وصريح مع حركة رياح قوية بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل لتوزع ضغوط الجوية في طبقات الجوية كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقصي اليوم الأحد صيفيا مشمسا مستقرا حارا بوضوح تسجل درجات الحرارة فاعا كبيرا لتلامس ثمانا وثلاثين درجة مئوية نهارا واتصل ليلا إلى تسع عشرة درجة مئوية من أتوقع أن تهب الرياح الغربية بسرعة نشطة لتخفف من حدة الحر بسرعة تقارب الثلاثين كيلو متران في الساعة بالنسبة لأجواء الاثنين متوقع بإذن الله تعالى وكما ذكرنا ومع بلوغ الحوض العلوي المعتدل المنطقة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وصريح يكون التقص صيفيا مشمسا معتدلا إلى حار نسبيا تسجل درجات الحرارة أربعا وثلاثين درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى عشرين درجة مئوية تبقى الرياح غربية لكن تصبح حباتها قوية عند خمسة وثلاثين كيلو متران في الساعة بالنسبة لتقص الثلاثة جديدة على الحارة الجوية حيث تستمر الأجواء الصيفية والحارة نسبيا مع تقص مستقر وحركة رياح نشطة تسجل درجات الحرارة أربعا وثلاثين درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى عشرين درجة مئوية تبقى الرياح غربية عند ثلاثين كيلو متران في الساعة في التوقعات المتوسطة وبعد مدى نتوقع بإذن الله تعالى تدوم الأجواء الصيفية المستقرة مع حركة الرياح المتوسطة إلى نشطة نسبيا خلال أيام عيد الأطحاب بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق التوراة الحالة الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون